بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بحضراتكم مع كورس التحليل الفني لزوج العملات AUDUSD ومع الحلقة الثانية في هذا الكورس التحليل الفني لهذا الزوج خلال شهر 9 شهر 9 يتكون من 4 أسابيع انتهى شهر 8 بشمعة يوم 38-2021 وهي كما ترى على الشرط شمعة شرائية خضراء طويلة ممتلئة جاءت في نهاية اتجاه صاعد وتعتبر هي الشمعة التأكيدية لنموذج إلى حد ما هرامي حيث الشمعة الحمراء الأولى في النموذج ابتلعت الشمعة التي بعدها بكاملها مما أدى إلى صعود في الاتجاه وانتهى هذا الصعود بنهاية شهر 8 وتحديدا مع انتهاء شمعة يوم 38-2021 حيث كان سعر الفتح 0-72-9-69 سعر الغلق 0-74-3-9-9 أعلى سعر 0-74-77-9 أقل سعر 0-72-88-82 ثم جاءت الشمعة الأولى في الأسبوع الأول من شهر 9 والتي انتهت يوم 6-29-21 وكان سعر الفتح 0-74-3-9-9 وسعر الغلق 0-73-6-9-8 وأعلى سعر 0-74-6-8-5 وأقل سعر 0-73-3-6-4 ونلاحظ أن سعر الفتح في هذه الشمعة 0-74-3-9-9 حيث كان سعر الغلق في شمعة الأسبوع الماضي أيضا 0-74-3-9-9 أما شمعة الأسبوع الثاني من شهر 9 كما هو موضح للشرط سعر الفتح 0-73-6-9-9 سعر الغلق 0-72-5-29 أعلى سعر 0-73-7-7-35 وأدنى سعر 0-72-2-1 وشمعة الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر والتي فتحت يوم 20-29-21 كان سعر الفتح فيها 0-72-519 سعر الغلق 0-72-873 وكان أعلى سعر 0-73-164 وأدنى سعر 0-72-2-17 شمعة الأسبوع الأخير من شهر 9 التي فتحت يوم 27-29-21 كان سعر الفتح 0-72-8-61 سعر الغلق 0-72-435 وأعلى سعر 0-73-112 وأقل سعر 0-72-407 إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة أما عن كافية التداول على الخريطة الشهرية والأسبوعية على هذا الزوض فهذا هو ما سوف نعرف عليه في اللقاء القادم إلى أن نتقل لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلاموني